بقطاع التربية حيث كشفت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط أن الأستداء الذين أوضعوا ملفاتهم في الموسم الدراسي 2015-2016 للحصول على التقاعد النسبي سيتم التأشير عليها كلها دون أي استثناء ولن تطبق بذلك التعليم الصادرة عن الوظيف العمومي ووزارة العمل هذا فيما طمأنت الوزيرة بالكشف عن منورة تسريبات البكالوريا ومعاقبة المتورطين فور انتهاء التحقيق قبل أن تكشف أن هناك أشياء جديدة ستظهر الأسبوع القادم حول مصار التحقيق وهذا وفق ما جاءت به صحيفة النهار لنهار اليوم